المترجم للقناة طيب رح نقرأ الحوار الثاني على السريع طبعا حسب اللهجة والآن مع السيدة ماري لعون إذن يا ماري هذا الجو مشمس اليوم هو الثلاثاء خمسة يوليو نوز افون انتون مانيفيك عنا الجو رائع نوز افون الوافع الافوار الملكية عنا يعني انتون تقس يعني مانيفيك رائع الفيبو تمام الفيبو يعني الجو جميل يشو سور توتلا بخوفنس والجو دافئ على وين على والجو دافئ في جميع المحافظة تمام الأم الفيلم و انت و الكمبيوتر بتاعك تمام تون اوغديناتور شايفينها يا جماعة الخير طيب هو مذكر الاوغديناتور يعني فهو بحكي اسمحيلي انا سخنان و انا تعبان يعني معي حماء او انه الجودة في كتير و انا ايه طيب مشوب يعني وتعبان بونبون تلفون اتامير روح تصل ع امك بتحكي البونبون يعني طيب طيب بونبون معناها طيب و كمان عن الاكل الطيب بنحكي عن بونبون يعني طيب حتى احنا بنحكي بونبوتي معناها وجبة طيبة طيب فبتحكي له تلفون اتامير اتصل روح تصل ع امك يعني هو من الكتر ما بتصل على امه الي سول الى كاتخوان تان او جودي اليوم عمرها تمانين سنة طيب نان جو في او بيرو طبعا بتحكي له مانتنون اي جاك ما لك يا جاك يعني هالقي بدك ترو على المكتب بيرو معناها المكتب يعني طيب اي كوا ام فاكس بور توى طيب يعني بين اللي هو ميغيل و جاك يعني بتطاوش هما الاثنين يعني كعادة زوجه وزوجته الان اللي بيعنينا من الحوار هاد انه كم صفة ملكية موجودة عنا في الحوار هاد يلا احكوا لي كم صفة ملكية موجودة يلا لا احطينا العدد احطينا العدد وعدنا بنحكي الكلمات يلا ثلاثة قديش مين بحكي غير ثلاثة اللي جاين قديش تخوى طيب بين بحكي غير ثلاثة طيب اربعة دعاء بتحكي طيب ماشي الان بدنا اللي حكوا لنا ثلاثة يعدوهم نشوف يلا نبلش اول واحدة وينها السؤال يا محمد كم صفة ملكية موجودة عنا اه معلش يلا تفضل مون فيلم اول واحدة تمام التانية التالتة طيب والرابعة وينها طيب في عنا واحدة رابعة زي ما حكى الدعاء تونمي بالزبط في عنا اربعة اجيكتيب بيسوسي تمام في عنا اربع صفات ملكية موجودة في الحوار طيب هنا طبعا بحكي لديالوج اه في الحوار الاول هذا السؤال حلو انتم يعني يعني اني لامي وين موجودة في اكسوم خفونس والالوفال والبروكسيل كاتخين وين موجودة الكنفيرونس وين موجود البوتير غستورون وين موجود طبعا هذا من خلال الحوار الاول بتحلوهم الان الاسئلة صراحة حلوهم عشان يعني تحصلوا يعني عشان تفهمهم ما حلت الاسئلة هيك يعني كانوا ما شرحنا طيب صح ولا غلط كاتخين طبعا موجودة هي اخشيتكت هل هي اخشيتكت فانا بحكي لكم انه لا كان موضوع انها كانت تحكي telescopes أنا بحكي أخشيتك هل هي احسنتك طبعا طبعا الطبعا طبعا انها بحكا أحسنتك انها موجودة انها في المطعم اخش parked فى المطعم يفعل شو دون رستوران جاو شوب في المطعم الدو فام السيدتين جوانات طب الدواج بي هل كل البلو aujourdوه على المنزل هل هي تمطر يمكننا نقوم بجملة بدونها هل كل البلو يمكننا نقوم بجملة في المنزل كي رغير تليفزين كي لما أنا بس ألس لبحك من وحكينا الاشي هذا سابقا كي معناها إيه من يعني كي كي من و سي كي من هذا لما نواحد يخبط على الباب بحكي سي كي سي كي من هذا و كي لحالها معناها من تمام؟ أوكي طيب أوكي طيب الآن كي تخافاي كي ترغب على التلفزيون؟ من الذي يشاهد التلفاز؟ ميري ميري مبسوطة ميري معنها سعيدة أو مبسوطة والمذكر منها ميري بدون إيهاي تمام؟ بدون الأو طيب كي تخافاي سور أقديناتور أو سور أقديناتور من اللي بيشترع الكمبيوتر؟ كي يسول من الوحيد؟ كي يه كاتر و 20 من اللي عمره 80 سنة؟ كي بخيبار مين اللي بيحضر مفاجأة؟ طيب الآن إحنا هيك يعني تقريبا شبه خلصنا الوحدة التالتة كان أهم شي في الوحدة التالتة مثل ما إحنا ذكرنا موضوع اللي هو طبعا فيه شغلات كتير مهمة تانية لكن في عنا طبعا سوسون و سي طبعا كتير مهم وطبعا دو دولا و ديو هذا إذا فهمتو ولا لا الآن بنقشو الموضوع وعندنا كمان موضوع اللي هما الاجكتيف وصفات الملكية تمام طيب صفات الملكية اللي حق الآن مع اللي هما إيه مع ضمائر المفرد وليس الجامعة أوكي الآن إحنا يعني نخلص الوحدة التالتة وبنفي الزوم هذا نناقش إيش فيه شغلات أنتم مش فهمين يعني أنا هيك خلصت اللي علي يعني تمام في عنا هنا أسئلة تانية بنرجع بنركز وبنأكد على أنه لما بيكون في عنا سؤال بنعمل استرس على أخ الجملة تمام لما بيكون في عندي سؤال الجملة عادية يعني أفيرماتيف بدون سؤال بتكون ماشية بنفس النغمة على سبيل مثال إلسابيل تيغي هذه جملة عادية لكن إلسابيل تيغي هيك صرت إيش سؤال هذا الموضوع بنأكد عليه تمام طيب طبعا هنا في عنا أسئلة كي يوكو كي يوكو كي يوكو مين هذول طبعا حاولوا تحلوا الأسئلة بس يعني هذا مش كتير يعني الصفحة هاي بصراحة هذه الصفحة الأخيرة في الوحدة الثالثة مش كتير مهمة بالنسبة لي تمام أو حتى بالنسبة لكم طيب الآن نتوقف يعني أنا أوقف شرح لحد الوحدة الرابعة وبالإضافة للوحدة الرابعة بضل عندنا ضمائر الصفات الملكية مع شغلات الثانية الآن بدنا نبلش يعني نرجع من البداية نشيك الكلام هذا أنتم عارفين ولا لا بونجور بونسوار مادام ميسيو مادموزيل لما بحكي مع واحد بصيغة تشيو بحكي مع واحد آخر بصيغة هل عارفين الكلام أنا عارف شرحته الآن عشان بس نشيك أنتم يعني لون محصلين بدأ تطمن على المستوى أنتم الآن هذا ما بداية الوحدة الأولى عارفينه تمام الو سافا سافا تمام أوكي الآن هاي أفعال حكينا فيها تمام وكنا نشرح بالتفصيل المملك كمان وهذا البخيزونتاسيون كيف نحن نقدم عن أنفسنا صح طيب الآن بدي واحد يعمل حوار معي مثلا دانيا أو دينا أو دعاء فيروز هالا أي حد يرفع يده يعمل حوار معي أنا أبدأ أعمل الحوار معه بدأ نعمل حوار مع بعض زي الحوار هات تمام مثل الحوار هات أو مثل الحوار هات جوسبي جوسيف لا هذا في كتير ناس كتير ناس خلينا نعمل مثل الحوار هات يلا 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 يا هالا هالا أنا تيغي وأنت كويوكو تمام آه بدك تعمل personalization يعني عن نفسك بدك تحقي تمام هلا سنختار تنين من بعض يعمل الحوار يلا أنا أبدأ أبدأ أتري فخونسي وممكن تحكي الامتسين والطب كمان كملي ايوان مي وين اقازا او بتحكي ان بالستين المدن وحكينا عن المدن بذكركم المدن بتاخذ حرف الجر ا الدول بتاخذ او بتاخذ او اذا كانت مذكر الدولة بتاخذ او اذا كانت مؤنات بتاخذ او رح ناخذ الاشي هذا انا متأكد ما شرحنا يعني تمام طيب جس ايوان احكي جسوي ممتازة اتنين اخرين يعملوا الحوار ويغيروا مش ضروري يحكيوا نفس المعلومات عن نفسهم يعني احكي شغلة تانية احكي عن نفسك طالب شغلة تانية انك معك جنسية تانية يلا الان نيجي لندا او او اي جاين يلا الانن ادى تري او لجاين كويوكو تامان ممتاز ممتاز كتير ممتاز تمام طيب الآن بدنا تنين يعملوا الحوار تمام كتير ممتاز الآن بدنا تنين يعملوا الحوار تمام شايفين الحوار هذا بس بدنا نعملوا بين اتنين هو بين عدة أشخاص لكن بدنا تنين يحكوا مع بعض بطريقة فوغ ميل رسمية كأنهم يعني بحترموا بعض يعني يعني أنه في دستانس بينهم يعني بصيغة الفو يحكوا الآن يريد أن يستشفوا من هذا الحوار يعني ليس ضروري نفسه تحكي نفس الجمل على سبيل المثال هنا هنا ثلاث أشخاص لا يصير بين شخصين كيف يعني يعني الأول يحكي bonjour الثاني يحكي bonjour الأول يحكي excusez moi je m'appelle hekeek je suis hekeek الثاني يحكي له enchanté بعد شواء يحكي له moi je m'appelle يعني بدنا حوار مبتكر يعني يعملون ثنين لكن بصيغة احترام مستشف من الحوار هذا الكبير الآن تمام يلا مين يعطيني مين يطلع لي هنا جديد حد جديد دينا دينا ومين كمان دينا دينا ومين كمان دينا اختفت وين اختفت دينا فازة بدك طيب ماشي مين غير دينا ندا ندا طلعت الانتصاح دنيا دانيا طلعت الانتلاء طب ماشي يلا دينا وداني يعملون الحوار بشكل رسم كتير يعني وبإمكانكم بتحكي جمل غير الموجودة يعني أوكي يلا بلش لا نبلش بدنا اول حاجة يلا ومتازين تمام اتوا ايش الدعوة مي لحكا تو اي فو احنا حكينا بدنا نختلف في الطريقة اي فو ايوان تمام اوكي بمكان ننضيف جمل تانية فالتانية بتحكي لها مثلا جابيت اقازا جوت خفاية دون زانوبيتال مثلا صح نضيف جمل جمال ابيتي وتخفاية جماعة يلا وزا بيتي او تمام ممتازين كويس طيب بامكاننا يعني احنا احنا فعلا بنكون فهمين الوحدة الاولى والتانية والتالتة يعني اذا في شغلة بنقدر نعمالها بكون كتير ممتاز الوحدة الاولى هذا كان مفادها بصراحة يعني ما فيش فيها يعني اشي اكتر من هيك تمام عفوا هذا قبل الوحدة الاولى الوحدة الاولى كانت بتحكي عن اللي هو الفعل ايمي والافعال اللي حكينا عنها تمام كان في عنا اغنية وطبعا حكينا موضوع المذكر والمؤنث حد عنده مشكلة في موضوع التذكير والتانيس سواء بادات تعريف او ادات تنكير ادات التعريف وادات تنكير طب مئم يا تمام بتلاحظوا لي هنا بس دائما في اول وحدة في اول كل وحدة بتلاقوا شغلتين مهمات تمام هيك ركزوا لي على الشغلتين اللي مهمات عفوا ان تلت شغلات مهمات هلأ في عندي الشغلات اللي بنا نعرف نحكيها الفوكابيولير اللي بكتو عرفوها والقرامير اللي هو النحو يعني هنا الجمل الاثيرماتي الجمل العادية والجمل النفي اخدناهم والسؤال كيف نسأل بعض الاسئلة مش كتير حكينا انه نسأل بنغمة صوت او بادات سؤال وكلمة موا و توا عارفينهم ولا مش عارفينهم حد عارفهم ولا في حد مش عارفهم ولا ولا حد في حد عنده مشكلة في موضوع موا و توا تمام ماشي اوكي وبعد كده حكي لعنا فعلت انتي بـ و الارتقل ديفيني و الان ديفيني تمام هذا الموضوع كانوا يعني هذه الشغلات اللي كانت مهمة في وحدة الرقم واحد تمام تمام طيب هلأ في عنا الفرق بين استخدام ما بين استخدام تو و الفو و هذا كان الفرق واضح وشرحناه اكتر من مرة تمام و طبعا ضفنا على كلمة اللي هو على الجمل اللي بنحكيه مجموعة 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 و رقم واحد اثنين ثلاثة اكبر مجموعة ليه مجموعة مجموعة ليه مجموعة 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 الاولى تمام هلأ المجموعة الاولى يعني اهم شي بالنسبة لنا في فرنسي واحد المجموعة الاولى من الافعال زائد هيك عشرة خمسة عشر فعل زي مثلا اليه تصريفها بختلف شوي اتخ افواغ فيغ الافعال هدو تمام يعني في عنا كم من فعل مهمين جدا تمام كنوا نشرحهم طيب هلأ انا نصحتكم في الفيديوهات اللي كنت بعملها انه شو نعمل انه كل وحدة و هما ثلاثة وحدة اللي أخدام لحدة الان كنت نعمل كل وحدة نعملها جدون حط الافعال لحال بنحط جملة على الفعل بنحط اداة سؤال او سؤال اذا في عندي يعني في العمود التالت و يعني زيك نشتغل كل وحدة هيك يعني نفند الوحدات بالشكل اللي بورجتكم اياها اذا في حد بعمل تلخيص ساد لالو يعني ما بعرف بديعطي له غير ولا لا بس بيكون كتير ممتاز بكون فعلا الشخص ستفهم كل شي انا بديع تمام لانه الكتاب مثل ما انتم شايفين كل شوي بعطيني معلومة جديدة كل شوي بعطيني معلومة جديدة لكن في النهاي انا المعلومات بتركب مع بعض زي لما انا اجيت حكيت على سبيل المثال هنا في الاخر حكيت عن الادجكتيف بوسيسيف و انا بحكي في الادجكتيف بوسيسيف فروحت يعني طريت ان اشرح قاعدة تانية اللي هي ايش سوسون مزبوط ولا لا ونكن كنا ونحنا في المنطقة اوينها سوسون ايون طرينا نفوت في قاعدة تانية يعني احيانا بتلاقي قاعدتين القاعدة هاي قاعدة سوسون والقاعدة تبعت اللي هي الادجكتيف بوسيسيف مرتبطات في بعض تمام فالأمور بتكمل بعضها الآن موضوع اللي هو موضوع فعل أفواغ إيش استخدماته عارفينهم ولا مش عارفينهم تمام فعل إيه تخلى شو بنستخدمه إيه تخلى شو بنستخدمه أيوان جنسية لا الاسم كمان صحيح الجنسية والمهنة صحيح وكمان الصفات الشخصية الصفات الشخصية طويل قصير سمين رفيع يعني كل الصفات الشخصية بنحطها تمام بنستخدمها بنستخدمها فعلا على سبيل المثال يعني هو كبير يعني أنا بإمكان أحكي هيك أي جملة هاي يعني هو كبير بعفون لو ممكن أنا أحكي هي كمان كبيرة تمام بإمكان أحكي هم كبار بحكي هن طبعا أعرفي شو اللي أنا عملته هنا ضفت الأو في المؤنث الأس في الجمع والأو اس في الجمع مؤنث تماما؟ طيب بالنسبة للوحدة الأولى حد عنده أي أسئلة الوحدة الأولى حد عنده أي أسئلة طيب الوحدة الثانية طيب عشان بدنا نشرك على موضوع المذكر والمؤنث في درس كامل أو في ملف خارج الملزمة هنزلكوا يا ملف كامل لموضوع التأنيث والتذكير بس أنا شرحته بالطريقة اللي بتكفينا لفرنسي واحد طيب كان في عنا إذا في معظم الحالات بنضيف الأو عشان يصير عنا مؤنث إذا فيه أو في المذكر بنضيف شوال حاجة وإذا في عنا أغ بتصير أوز وتغ بتصير تخيس ويان بتصير ين إزاي فاغماسيان بتصير فاغماسيان كلام هذا واضح بالنسبة لكم طيب الآن شو في عندكم أسئلة يعني خلينا نناقش يعني هل في عندكم بديش أشرح إشي جديد هل عندكم أسئلة ولا ما عندكم أسئلة يعني في صفحة معينة في سؤال معين في الديالوج معين معنى كلمة قاعدة تصريف فعل خيبوزيسيون حرف جر بالنسبة للامتحان أنا ما تخافوا لأنه أنا فليكسيبول في الامتحان يعني ممكن أطلب منكم مثلا كل واحد يعني يصور حاله دقيقة تمام يعرف عن نفسه يحكي قدر الإمكان جمل عن نفسه يعني على سبيل مثل طلبت الإشهاد من الملسطيني الصادقة كان كل واحد يصور حاله فيديو لمدة دقيقة وكأنه معكم في الكلاس يعني بحكي بونجور مثلا زكريا شهاب جي عمري يعني هاي جي بدي أحكي لكم إياها عشان تعرفوها جي عمري بتحط العمر مثلا عسبيل مثل 37 سنة يعني 37 سنة مثلا طغيزون هاي جملة التانية بتحكي لوا اسمك و عمرك جي سوي بالستينيان هاي كمان جملة جابت أغازا 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 أو أغازتين أو أجاباليا ممكن أحكي بعدها أنه جي تخفاي أو جي سوي بروفسور دو فرنسي جي تخفاي أغازا أو بإمكانك أنت تحكي مثلا جي سوي اتديون أو اتديونت تمام جابخون لامتين أغازا تمام طيب بإمكانك تكامل تحكي جيم لفوت يعني بإمكانك تحكي مش خمس جمل ولا عشرة ثلاثين جملة تمام فش عنده مشكلة يعني أنا بهمني أنه أنت تحكي عن نفسك لمدة دقيقة تقريبا تعرف عن نفسك و عن الشغلات اللي بتحبها ولا حواليك الشغلات اللي بحبوها هيك بيكون كتير منيح يعني هذا بيكون كتير فيديو هذا كتير منيح ممكن مثلا يكون هو الامتحان كله ممكن يكون نص درجة الامتحان عليه السؤال التاني ممكن يكون في الامتحان أنا أعطيك أقول لك عندي أنا فيه شغلة بأمن فيها كويس أؤمن فيها كويس الو free questions أنا أحكي لكل واحد اختر خمس أسئلة أو عشر أسئلة تمام والعشر أسئلة خدهم وحلهم بس بشرط ستكون حالة لهم بس بشرط الأسئلة هاي بدك تغير فيها يعني على سبيل المثال لو جينا للسؤال هاد أعطينا سؤال أوكي وين في عندي سؤال خلينا ناخد سؤال عشان أفهمكم كيف أنا بشتغل يعني أوكي قال بيلون إحنا نسينا نحكي عنه حكينا من النقش طيب الآن ممكن على سبيل المثال أنت تجيب السؤال هاد اتنين تمام وتاخذ وتحل لكن الشرط هو إنه ما يكونش نفس السؤال بالزبط شو بدك تساوي كاريم بدك تشيل تحط عن نفسك أو عن والديك أو عن أصدقائك إيم بدك تغير يعني تحط مثلا فعل تاني تمام فيل تغير الفيل حط مثلا لي كامباني الوريف البخيفير بإمكانك تخلي مرة مرتين فعل لكن بدك تغير يعني إيش دك تساوي إنه أنت يعني هاد يعني هاد هاد أكبر مرحلة من الفهم إذا أنت فعل جد فهمان تمام معارف شو بدي أو فهمان المطلوب من المادة رح تعرف تحط سؤال لوحدك فأنا ممكن يكون مثلا الشقة التانية من الامتحان إنه أنت تختار خمس أسئلة تحلهم بس بشرط الأسئلة هاي تغير كل شي فيها واضح الموضوع أو مش واضح كيف كيف يا ندى كمان مرة أنا حكيت لك عن أهم يعني كيف أنا أكتر شيء بهتمله في الامتحان أنا ممكن أجيب لك سؤال سؤالين مش مشكلة هذا يكون بنك أسئلة لكن مش هيكون هو الامتحان ممكن يكون سؤال واحد بس لا 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 الامتحان امتحاني عملي أكتر من ما هو أنه ضغط نفسي تعال وفتش في السؤال وحل السؤال لا لا أنا بشطل بطريقة عملية تمام أنا يعني بطريقة دينماكية يعني أنه أنا الطالب نفسه باختار خمس أسئلة على الأغلب هيك أنه الطالب ممكن أخليه اختار خمس أسئلة ممكن هيك يعني أو شغلة زي هيك يعني تمام تختار خمس أسئلة يلا يا سجل شوية بس تختار خمس أسئلة تحل الخمس أسئلة هدول لكن الشرط أنه أنت إيش تساوي الشرط أنه أنت تغير المعطيات اللي في الأسئلة هاي هذا أهم شيء على بالإضافة للفيديو ممكن يكون يجي لك مثلا سؤال أنه اختر الإجابة الصحيحة يعني بس سؤال واحد يكون علي عشر درجات تمام يعني الامتحان سيكون مقدور عليه مش صعب يعني ما تخافوا منه يعني أي واحد بيفهم المادة معي كويس بتكون علامته كثير منيحة في الامتحان وغالبا كلكم علامتكم منيحة هتكون لأنه مش لأنه أنا بيعطيكم علامات لا لأنه كل مستوىكو كثير منيح يعني غالبا طلاب الطب مستوى كثير منيح تمام فضل يا سجل سجى بديك تسألي طيب الأسئلة يعني في ناس مثلا بيعمل امتحان الامتحان بيكون مصيدة للطالب تمام حتى لو الطالب درس المادة ما ينجحش لا أنا بشتغلش نظام مصيدة أنا طالب فهم أنا لحالي لما أنت تقدم الامتحان عندي أنا بعرف أنت حضرت المحاضرات ولا لا وأنا بعرف أنت نقلت من زميلك ولا لا حليت نفس حل زميلك ولا لا أخذت حل زميلك ولعبت برضو فيه وبيّنت أن هذا شغل تاني ولا لا كل هذا الإشي بعرفه فأنا يعني التقييم تقييم على الجهد مش على الحفظ تمام تفضل يا لجين لا أهلا أنا أنا بشتغل على محددات معينة تمام يعني على سبيل المثال بحكي لكم مثلا كل واحد يحضر عشر أسئلة وفي الامتحان أحكي لك شغلة بسيطة اللي تقدر تعملها في عشر دقائق لأنه ما بنفع أحكي لك الامتحان من قبل بيوم وتحلوا وتجيب لي في الامتحان ترفع على طول ولا بنفع أعطيك الشغل هات تعمل في ساعة زمن عشان نكون مطعين فأنا مثلا بعطي لك بقول لك كل واحد يختار عشر أسئلة يجهز حاله على يوم كويس تمام لكن ثاني يوم أجي أقول لك مثلا الأسئلة كلها حولها لانا في أنت تكون محضر يعني قريدي مجهز كل شي بس تعمل عملية بدها عشر دقيقة ربع ساعة وبرضه كمان في عشان نعطي الامتحان حقه أنه لازم تشتغل خلال الامتحان بس في النهاية أنه أنت تشتغل بطريقة عملية جدا وتأخذ زي ما أنت بتحكي بالعربي إذا أنت حاسس حالك بدك تحكي ال بتحط ال محتاجة مش حتحطها على سبيل المثال تمام طبعا نحن عارفين بعد فعل اتخ ما بنحط أداة تنكير ولا تعريف لأنه فعل اتخ نفسه تعريفي حكينا الكلام صح طيب التعمل في مختبر تمام بنحط مختبر ولا المختبر تعمل في مختبر ولا في المختبر مختبر فهنا بنحط أداة تنكير دونزان لابغاتوة اوكي اذيك فراغ انفورماتيسيان انفورماتيسيان اللي هم طبعا اللي هم انفورماتيشن يعني بعض شو معناها بالعربي بالزبط بس هم الرقميين يعني زي المبرمجين تمام المبرمجين طيب هلا اذيك انفورماتيسيان انفورماتيسيان اذيك انفورماتيسيان ليش لان نحن بنحكي مع المبرمجين نكرة يعني تمام على التنكير طيب نبلش اه فراغ انجينيور ومع مهندسيين بنا نحط دي بالزبط دي مش دي دي اللي هي عشرة هيك يعني تمام هاي عشرة هاي دي عشرة او دي معناها قل يعني تمام بتصريف فهي دي اللي هي الارتك تحب الموسيقى ولا موسيقى تحب الموسيقى وهنا بنحط استواغ شو الاداة اللي بنحط مع استواغ يالله مين يحكيلي شو هي مية المية ال ابوستخوف ليش ال ابوستخوف لان استواغ بتبلش باش اللي هي طبعا حرف بنسميه سومي فوية تمام طيب هذا السؤال طبعا هنا في عنا اغتيك الاندفيني هنا بدك تستخدمها بناء على الشغلة هذا كانت مذكرة مؤنث سولي مذكر ميغ مؤنث فيل مؤنث جمع افيون مذكر تمام اطخام مذكر فواتيوغ مؤنث تمام اوكي الان هنا انت شو بدك تساوي بدك تعمل جمل تستخدم افعال من هنا او تستخدم شغلات من هنا وتكون عليهم جمل تمام اعمل جمل مع العناصر الموجودة هذول احب هاي الشغلة اكره هاي الشغلة لا احب هاي افضل هاي تمام طيب وعننا باقي الاسئلة الاسئلة في البيلون كتير مهمين في حدا منكم عنده اي سؤال على الموضوع البيلون البيلون هاي كلمة هاي احنا بنسميها بيلون شايفين اللي هنا بيلون يعني زي موجز للشغلات اللي كنا نأخذها عنا على سبيل مثل فلورنس او تياتر بدك تحكي فلورنس بيعمل في المستشفى اذا هو ايش ايش مثلا انفرمية على سبيل مثل فلورنس هنا هذا ميشيل عفوا هذا فلورنس فلورنس مثلا تحكي في تياتر ويه اكتور بدك تحط المهنة تبعته ميسيو برجر تمام تحكي في ميسيو برجر ايش بيطلع هو هذا بيطلع في الجامعة اله بخوفيسور مية المية بول يالن تحكي في ميسيو برجر يشتغل في مطعب يبقى هما ايش مية المية ممكن نحكي عنهم إيل هيك ولا إيل هيك بدنا نحكي عنهم يا جماعة إيل فبدنا نحط إيل صن ولا إيل حنحط إيل صن بيمكن نحكي غارسون ولا سيرفور مثل ما انتو حبيين يعني أو بيمكن نحكي مثلا كوزيني صح مش صح هيك يعني نحن قادرين نحل الأسئلة هاي مش صعبة طيب الآن في عنا السؤال هذا بصراحة حوار يعني يعني هنا واحد بيحكي جو فراغ بول بديحكي جو سوي أو جو مابيل صح ولا لا مزبوط طيب في السكرتير بتحكي مثلا فو فراغ أو أين أبي تي يأمة خفايا واحد من الاثنين صح ولا لا أبي تي أبي تي أبي تي أو تخفايا مزبوط ماذا كذا طيب الآن فواحد تاني سؤال تاني بيحكي بيحكي تي فراغ لبوكس انت إيش لبوكس تي ييم فإيش رضع اللي حكى لأنه جون ممتازين طبعا حكى لجو فراغ لتنس فبدي حط فعل هنا إيجابي يكون خفايا أو إيش أم بدي حط فعل إيجابي هنا لأنه أنا في البداية نفع حكى لا أنا لا أحب البوكس أنا أفضل التنس أو أنا أحب التنس صح ولا لا وهذا هذا السؤال حكينا عنه حكينا في الشرح حكينا السؤال الخامس شرحناه تقريبا تمام وهذا الفعل هنا إحنا بدنا نصرفه بناءا على إحنا عارفين بصراحة موضوع التصريف الأفعال الأفعال بتنتبقو أخي يا جماعة الخير نو 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 نمو عفوا نو نمو 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 صح ولا لا طب إيل كيف نصرفه مع إيل عفوا الإتر كيف نصرفه مع إيل 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 صان صان مش صان لأنه أحكي لكم ليش هاي إيل صان هيك أتر أما إيل زون هيك أفواغ صح ولا لا إس و إس بشروش زد لكن إس و الأو بصيرو زد صح ولا لا هاي أفواغ إيل زون هادي يعني هم يمتلكون إيل صان هم يكونون صح هاي يكونون طيب الآن نفس الحاجة فو مع أبيتي شو بتصير فو زابتي أخذنا قبل شوي نو زابتون صح حد عنده سؤال لأنه حنخلص تقريبا حد عنده سؤال طيب آخر نقطة عشان أنا أبدأ أسكر موضوع الأرقام يا جماعة الخير والأشهر ضروري جدا تعرفوهم الأرقام والأشهر تمام الأرقام من واحد لمية تمام والأشهر طبعا مش إنك تحفظ بس مهم جدا أنا أكون عارف الرقم أحكي عمري يعني مش طالب أنك تحكي لسابعة وتمانين تسعة وتمانين ساعة تسعين لكن صح أنك تكون على الأقل عارف من واحد لعشرين لأنه من بعد الواحد لعشرين خلص سهل الباقي يعني تمام أرقام أرقام تشوف ونحن نخذهم كمان لاحقا نأكد عليهم بس كثير مهمين ضعي لعننا الآن اللي هو الوحدة إن شاء الله الرابعة تمام خلصنا لك المنهج إن شاء الله أيحد عنده سؤال الله أعافيكم يلا أعطيكم العافية تحياتي تحياتي